أول تعادل في مباراتين رأس الأخضر وبتسوانة هو تأهل كده كده خلاص بس كانت مبارات بيحاول يدخل عناصر جديدة بيشوف توليفة جديدة تقييمك لتجربة حسام حسن في العشر مبارات اللي تلعبت منذ أن تولى المسؤولية خلينا بس أصحح معلومة أنه الناس بتقولوا أنه لا حقق رقم قياسي لا هو محققاش رقم قياسي بعدم الهزيمة فيه على ما أعتقد فيه مديرين فنين حققوا النتائج دي حسن شي حادت عملها قبل كده على ما أعتقد وهيكتور كوبر نفس الحكاية 2008 حسن شي حادت 2017 وهيكتور كوبر و2021 حسام البدري ثم كارلوس كيروش ومخسروش خالص بس إحنا مخسروش خالص في التصفيات بس هو عدد النقاط ممكن يكون أقل شوية مع الثلاثة اللي فاتوا دول نمو حقق 14 نقطة لكن في النهاية خلينا أقولك أني أنا نفسي من الكابتن حسام حسن يعني ما يتكلمش كتير بأمانة جديدة يعني أنه بيفتح موضوعات كتيرة بسبب له مشاكل وبسبب له أزمات في التصريحات اللي هي قبل المباريات وما بعد المباريات ليه؟ أنت مدير الفني مسؤول عن الأمور الفنية عندك أمور سلبية سواء متعلقة بملاعب سواء متعلقة باستداد سواء متعلقة بجماهير دي أنت تتكلم فيها مع المسؤولين الجمهور مش يقولك حاجة أنت بتعرض مشاكلك في مؤتمراتك الصحفية سواء قبل المباريات وبعض المباريات معنى هذا إيه؟ معنى أنه عنده هذه المشكلات وما فيش حد عارف حل هالو أو هو معرضهاش أو ما تحلتش أساسا ودي مشكلة كبيرة فبيضطر يروح للإعلام طب الإعلام هيعمل لك إيه؟ هو قبل المباريات جملتين يعني أو جمل كتيرة جدا تيجي تفسرها وتيجي تبصلها تقول يعني هو بيقول أنا كان نفسي ألعب في القناة ولعب في أستاذ المحلة ولعب في ملاعب تانية بعيدة عن قهرة قال أستاذ المحلة نعم فهو جئت لما قال أستاذ المحلة في ملاعب صحيح في ملاعب معتمدة من أول بالظفن هو قال كده هو قال كده هو جيب بعدها هو عايز يعتمد المحلة كان بعث من لا هو كان عشان الجماهير هو مشكلته كلها في الجماهير طيب هو الأساس الناس بتقول ليه الجمهور مش ملتف مع حسام حسن أي حاجة أي حاجة محتاجة تضبيط لازم المدير الفني في بداياته في بداية أنه يمسك المنتخب أو يمسك المنتخبات لازم هو يكون فيه تجاوب ما بينه وبين الإعلام تجاوب ما بينه وبينه الجمهور يحسس الجمهور أنه هو منتخب مصر رقم واحد أكيد طبعا لكن الناس بتبعد ليه لأنه بتشوف كلام مش مظبوط كلام مش حلو كلام مش في مكانه بيتكلم حاجات كتيرة جدا تلمحات وتلمحات وحيانا تصريحات يعني ليه التلمحات وليه التصريحات يعني براهم حسن يقول لك أنا ما ضمتش فلان طبعا تقول أسماء أنا ما ضمتش فلان عشان خاطر دي رسالة لي طبعا الرسالة دي بينك وبينه ليه ما يكونش ما بينه وبينه تليفون يا فلان أنت مستوىك مش كويس وأرجوك حس من مستوىك لأنك أنت بالنسبة لي القائد الجيد والبارع اللي بيقدر يخلي اللي معاه يحبه حتى لو مش محتاجه أنا مش هحتاجك النهاردة هحتاجك بكرة مظبوط فبالتالي أنا لازم يكون كل اللعيبة خمسين لعيب أو ستين لعيب نواب النسبة لي ما أخسرش حد فيهم أجيب النهاردة قفة مثلا بتاع أمب اللي جبته مباراة ومشيته أو مخدتوش تاني أقوله المرحلة دي مش بتاعتك أنت محتاج مرحلة تانية محمد الشام اللي تخطه 3-4 مرات وما لعبته وما لعبتهوش والكلام ده نفسي الحكاية أجيب مثلا أفشى أنا لعبتك عشان طريقة اللعبة مختلفة ولما ألعب كذا حجيبك يبقى فيه تواصل ما بينه وبين اللعيبة هذا التواصل هيخلي اللعيب حتى لقي نفسه مش بره إحدى القوائم هيبقى مبسوط يعرف المرحلة دي مش بتاعته عارف أنه هيخضه يوم من الأيام لأنه في اللعيبة ممكن يوم في الضالع ويوم في النازل فبالتالي وكمان لازم هنحل أمور الشخصية اللي هي بتخليني ما استفدش ببعض العناصر يعني خلي أقولك على مفاكة عمر جابر من أحسن اللعيبة الموجودين في الدورة المصري بيلعب بشكل كويس وبارع في حتة الناحية اللي أمنا ليه ما بيخدوش علشان مشكلة بينه من حسام حسن طب أقول لك على حاجة على الجانب الآخر ممكن يقولك إيه يتقال إنك هتفي مشكلة مثلا بينه من عمر كمان عبد الواحد المعسقر الأخير وعمر كمان عبد الواحد موجود الخلاف اللي حصل ما بين عمر كمان وبين حسام حسن لا يرقى لا يصل إلى مستوى الخلاف اللي حصل مش هتكلم طبعا أنا مش هقول الكواليس خلاف فني يجري الخلاف الأخير لا مش خلاف فني خلاف إجرائي خلاف إجرائي حاجة حصلت كده لما كان مدير فني في بيراميز وحصل مشاكل كبيرة فبالتالي شايل هالو خلاص إنت جيت مدير فن المنتخب المصري يبقى لازم أنا خلاص الدنيا اختلفت تماما أنا لما أكون مدير فن المنتخب المصري غير لما أكون مدير فني لفريق معين كل الناس دي تحت أمري وتحت طوعي أجيب كل الناس أجيبهم في الوقت اللي أنا عايزه وما أسمعش كلام من واحد يقول لي ده أنا ممكن موديش لعبة للمنتخب إزاي يعني طلقت إزاي يعني بندها الشديد جدا وسمعتها مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وأقول لك على حاجة أنا كان نفسي أنا كن موجود وأقول له يعني هو يعني ماتش ودي ولا مباراة رسمية للمنتخب اللعب نفسه اللعب نفسه هيفضل يلعب للمنتخب ولا هيلعب أصلا اللي قال كده أصلا اللي قال كده هو هو نفس الشخص من كم شهر قالك دكة المنتخب أهم من مليون نادي يا فندم ده هو كان مسؤول كمان ده هو كان مسؤول في المنتخب الوطني سنين طويلة وكان عناصر من نادي الأهلي موجودة في المنتخب أكتر عناصر كان موجودة في النادي الأهلي كان من المنتخب